في الحلقات المتقدمة من هذه النشرة الزهرائية في أجزائها الأولى وعدتكم أن يكون لي برنامج عنوانه الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة وسيكون هذا في قادم الأيام إن شاء الله تعالى إذا بقينا أحياء وجرت الأمور بأسبابها هناك من سألني وهذا السؤال بنحو تلقائي يطرح نفسه هل أنني من خلال هذا البرنامج أدعو الذين يتابعون برامجي إلى تقليدي فهم سيقلدونني من خلال برنامج الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة أقولها وبلسان قاطع إنني لا أدعو أحدا إلى تقليدي لا دعوت أحدا إلى تقليدي في سابق الأيام ولا أدعو أحدا إلى تقليدي في حاضر الأيام ولن أدعو أحدا إلى تقليدي في قادم الأيام هناك من الأشخاص ممن رافقني في هذا الطريق منذ أربعين عاما بإمكانكم أن تسألوهم فأنا لا أتحدث هنا عن شخص واحد وإنما أتحدث عن كثيرين من الذين ومنذ سنين ومنذ زمن بعيد يقولون لي من أننا نريد أن نقلدك في أمور الدين فجوابي هو لا شأن لي بموضوع التقليد ولن أقترب من هذا الموضوع تريدون أن تقلد أشخاص آخرين هذا شأنكم تريدون أن تسألوني وأن تتعلموا مني أنا أجيبكم سألوني في عقائدكم سألوني فيما تحتاجونه من الفتاوى والأحكام أجيبكم أنا أعلمكم تعلموا مني وهذه القضية أنا أتبنها أتبنها عقائديا وفكريا وعلميا وفتوائيا من هنا سأوضح هذا الأمر في هذه الحلقة وسأعود إلى هذا الموضوع أيضا حينما أباشر برنامج الرسالة العملية الزهرائية المجزة المتلفزة هناك تقليد مرفوض على الأقل بالنسبة لي إنه التقليد الشائع في الوسط الشيعي إنني أرفض هذا التقليد وأرفض فتاواه وأرفض أحكامه التي تبين في باب التقليد في الرسائل العملية عندي برنامج مفصل موجود على الشبكة العنكبوتية متوفر على مواقعنا الألكترونية هذا البرنامج قدمته فيما مضى من الأيام كان بثا مباشرا في شهر رمضان وما بعده عنوان البرنامج شهر رمضان على شاشة القمر ألف أربعمية واحد وأربعين هجري قمري هذا البرنامج في خمسين حلقة فصلت الكلام في مسألة التقليد والمرجعية وبيان وبيان تفاصيل ذلك بالأدلة والبراهين والوثائق والحقائق برنامج مفصل جدا يمكنكم أن تعودوا إليه كي تعرفوا التقليد المرفوضة وكي تعرفوا التقليد المجاز هناك تقليد مجاز من قبل أئمتنا وهناك تقليد مرفوض التقليد المرفوض هو هذا الذي تتبناه حوزة الطوسي حوزة رجال الدين الحمير أنا لا أتحدث عن الحمير الحيوانات أتحدث عن الحمير البشر الذين تحدث القرآن عنهم في سورة الجمعة فسورة الجمعة حدثتنا عن منهجين عن منهج رجل الدين الإنسان وعن منهج رجل الدين الحمار وقد فصلت القول في المنهجين في العديد من برامج السابقة والمتوفرة على الإنترنت يمكنكم أن تعود لمعرفة تفاصيل هذين المنهجين إنهما منهج رجل الدين الإنسان ومنهج رجل الدين الحمار التقليد وفقا لمنهج رجل الدين الحمار مرفوض على الأقل من وجهة نظري ومعتقدي شرائط مرجع التقليد في الرسائل العملية لمراجع النجف وكربلاء جاءوا بها من كتب الشافعي شرائط مرجع التقليد عند العترة الطاهرة لا يقبلونها ويضعفون رواياتها وأحاديثها وهي لا تنطبق عليهم أصلا شرائط مرجع التقليد بحسب فقه العترة الطاهرة لا تتوفر لا في المرجع الأعلى في زماننا ولا في الأزمنة السابقة ولا في بقية المراجع كل هذا فصلته وشرحته وبينته في البرنامج الذي أشرت إليه قبل قليل فالتقليد المعروف والشائع في أجواء حوزة النجف وكربلاء بالنسبة لي تقليد مرفوض ومخالف لمنهج العترة الطاهرة بدرجة مئة بالمئة وهذا ما هو بكلام جزافي عودوا إلى برنامج الذي أشرت إليه قبل قليل وستجدون الحقائق الدامغة والوثائق الواضحة والأدلة والبراهين التي لا تقبل الشك مطلقا من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم هناك تقليد مجاز ولا أريد أن أطيل الكلام عنه التقليد المجاز يكون للبسطاء من الشيعة لعوام الشيعة وليس لك أنت يا أستاذ الجامعة وليس لك أنت يا أيها القاضي ويا أيها المتخصص بالدراسات الفلسفية وأنت أنت يا أستاذ التاريخ وأنت أنت أيها الإعلامي البارع التقليد للأميين الذين لا يحسنون القراءة والكتابة للذين لا يعرفون شيئا من حقائق الدين وللذين لا يملكون قدرة على التعلم والتفقه وهو أمر أجازه الأئمة لهؤلاء فقالوا فللعوام أن يقلدوه للفقيه الذي يتصف بالمواصفات التي ذكروها لنا التقليد باب فتحه الأئمة لعوام الشيعة لبسطاء الشيعة للذين لا يمتلكون قدرة على التعلم والتفقه وحينما أتحدث عن التعلم والتفقه لا أتحدث عن التعلم والتفقه أن يكون الشيعي فقيها لكنه لا يكون مقلدا وإنما يكون متعلما مثلما قسم أمير المؤمنين الشيعة لكميل قسم الناس وهو يتحدث عن الشيعة يتحدث عن أهل الدين قسمهم إلى عالم رباني وهو الإمام المعصور ولا ينطبق على غيره العالم الرباني هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذا الذي نخاطبه زيارة آل ياسين حيث حيث نقول له السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته هذا هو العالم الرباني عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة ينطبق علي أنا المتخصص في شأن الدين وينطبق عليكم كل بحسب معلوماته وبحسب درجته العلمية فأنتم تتعلمون مني أنا أعلمكم أما التقليد الذي هو بمعنى التسليم فهو للإمام المعصوم فقط التقليد الذي ذكر في رواية واحدة فللعوام أن يقلد هذا تقليد مجازي فرعي لعوام الشيعة وللبسطاء للذين عبر عنهم أمير المؤمنين بالهمج الرعاع الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج الرعاع الهمج الرعاع هم الذين يقال لهم السفلة هم سفلة الشيعة مثلما يسأل أصحاب الأئمة الأئمة هل يحدثون الشيعة بتفسير جابر الجعف الذي هو تفسير الباقر صلوات الله عليه الأئمة يقولون لهم لا تحدث السفلة بحديث جابر إنهم يتحدثون عن سفلة الشيعة وإلا فأصحاب الأئمة لا يسألون الأئمة أن يحدثوا النواصب بحديث جابر وتفسير جابر الذي هو في الرجعة التي كانت علامة للشيعي كي يؤخذ ويقتل كي يؤخذ ويحارب في رزقه أو يسجن أو يعذب لأنه يعتقد بالرجعة فأصحاب الأئمة حين يسألون الأئمة هل يحدثون الناس يحدثون الشيعة بحديث جابر الأئمة يقولون لهم لا تحدث السفلة بحديث جابر إنهم سفلة الشيعة إنهم الهمج الرعاء عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج الرعاء بسطاء الشيعة سفلة الشيعة أراذل الشيعة مثلما يقول الأئمة إنما يفعله أراذل شيعتنا يسألون الإمام الرضا عن أمر هل تفعلونه قال نحن لا نفعله وإنما يفعله أراذل شيعتنا أراذل الشيعة سفلة الشيعة الذين عبر عنهم بالهمج الرعاء وعبر عنهم بالغثاء هؤلاء هم الذين يجوز لهم التقليد إذا كانوا قادرين على التعلم يجب عليهم أن يتعلموا هذا هو المنهج اليماني الأصيل وهذه هي الحكمة اليمانية خلاصة القول التقليد المعروف هذا تقليد كهنوتي شيطاني قبيح على الأقل من وجهة نظري هذا معتقد تقبلونه ترفضونه أنتم أحرار وأنا حر فيما أعتقد وحر في بيان عقيدتي التقليد الذي في أجواء حوزة الطوسي باطل 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 تريدون أن تعرف الأدلة والتفاصيل عودوا إلى برنامج شهر رمضان على شاشة القمار 1441 للهجرة برنامج مفصل بالأدلة والوثائق والبراهين والحقائق فهذا مرفوض على الأقل بالنسبة لي التقليد المجاز حينما يتوفر الفقيه بالمواصفات التي ذكرها الأئمة صلوات الله عليه يجوز لعوام الشيعة الذين هم أراذل الشيعة الذين هم ضعفاء الشيعة الضعفاء في أذهانهم في ذكائهم في قدرتهم على التعلم هؤلاء يجوز لهم أن يقلد الفقيه الذي يتصف بالمواصفات التي ذكرها أئمتنا صلوات الله عليهم فللعوام أن يقلدوا يجوز لهم ذلك وإذا كانوا قادرين على التعلم يجب عليهم أن يتعلموا أما غير هؤلاء فيجب عليهم أن يتعلموا وأن يتفقه وهذا هو المنهج اليماني الأصيل وهذه هي الحكمة اليمانية الأصيلة هذا ما سأحدثكم عنه في هذه الحلقة نذهب إلى فصل حديثي سيكون بحسب الوقت وهو وقت ضيق سيكون عن روح المنهج اليماني عن روح الحكمة اليمانية بخصوص هذه المسألة بخصوص مسألة التعلم والتفقه ومسألة التقليد أقرأ عليكم من غيبة النعماني الطبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة صفحة 264 من حديث طويل مفصل عن إمامنا الباخر صلوات الله وسلامه عليه إنه الحديث الثالث عشر يبدأ في صفحة الثانية والستين بعد المائتين أقرأ عليكم من الصفحة الرابعة والستين بعد المائتين إمامنا الباخر يحدثنا عن السفياني واليماني والخراساني ويقول وليس في الرايات راية أحدى من راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم هذا التعبير يدعو إلى صاحبكم إنه يربط الشيعة بإمام زماننا وليس بشخصه وهذا الكلام يتناول العقيدة الكاملة ويتناول الدين بكل أصوله وفروعه ويتناول البرنامج السياسي أيضا فهذا داعية لصاحب الأمر على المستوى العقائدي والفكري وعلى المستوى الفقهي والفتوائي وعلى المستوى السياسي والاجتماعي هذا معنى يدعو إلى صاحبكم فلابد أن تكون سعة الدعوة بسعة صاحبنا وسعة صاحبنا لا حدود لها فلابد أن تحشد كل العناوين في هذه الدعوة إنها دعوة لإمامته فقط إنها دعوة لأخذ العقيدة منه فقط من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم دعوة إليه في العقيدة والعبادة والعلم والمعرفة وشؤون الحياة الدنيوية والأخروية ما يرتبط منها بالحياة الاجتماعية والحياة السياسية وفي كل شأن من شؤون واقعنا الديني والدنيوي لأنه يدعو إلى صاحبكم هذا هو اليماني فهو لا يدعو إلى تقليد سين أو صاد من رجال الدين الحمير لأنه يدعو إلى صاحبكم إلى أن يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه وإذا خرج اليماني فانهض إليه هذا أمر وإذا خرج اليماني فانهض إليه إن كنت نائما فاستيقظ وإن كنت جالسا فقم وإن كنت قائما فتحرك وإن كنت مشغولا فاترك ما أنت مشغول به وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار لماذا لأنه يدعو إلى الحاق وإلى طريق مستقيم يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم ليس هناك من تقليد لمرجع هو لا يعرف تكليفه الخاص به مراجع النجف وكربلاء لا يعرفون تكليفهم الخاص به وحق الزهراء سمعت هذا الكلام من مهد الحكيم مرتين وهو يتحدث ويقول مقارنا فيما بين الخميني وأبيه الحكيم يقول من أن الخميني يشخص الموقف الشرعية بشكل واضح في كل مقطع زماني تحتاج الشيعة إليه يقول أبي هو يقول هكذا الإمام الحكيم حينما حاصرنا البعثيون ووقعت المشكلة فيما بين البعثيين وبين المرجع الحكيم يقول أنا سألته أكثر من مرة ما هو تكليفنا فماذا يجيب محسن الحكيم يجيب هكذا والله ما أدري هذا الكلام أنا سمعته من مهدي الحكيم مرتين وهو يسأل أباه أكثر من مرة ما هو تكليفنا الجواب يأتي والله ما أدري وصدقوني هذا جواب جميع مراجع النجف وكربلاء في المسائل العسيرة والمواقف الخطيرة هذا جواب الخوئي دائما في الكثير من المسائل الخطيرة والعسيرة قطعا في مسائل الخمس هم حاضرون للجواب ولنهد أموال الشيعة باسم صاحب الزمان هذه القضية مفروغ منها وإن كانوا يجهلون أحكام الخمس لكنهم رتبوا الفتاوى والأحكام لسرقة أموال الشيعة وإلا أي فقه هذا الذي يجعل من أموال الخمس وهي في جيب الشيعي من أنها أموال الإمام الحجة لكنها حينما تنتقل تنتقل هذه الأموال بنفسها من جيب الشيعي إلى جيب المرجع تصبح أموالا مجهولة المالك أية مسخرة يا أيها الشيعة أنتم أية مضعكة يا أيها الشيعة أنتم لا شأن لي بهذا الموضوع وليس في الرايات راية أهدا من راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار لماذا لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم لا يستطيع أحد أن يصف الرسائل العملية لمراجع النجفي وكربلاء من أنها حق ومن أنها طريق مستقيم هم أنفسهم هم أنفسهم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك ولذا في أول كل رسالة ماذا يقولون يقولون من أن العمل بهذه الرسالة مجزي ومبرئ للذمة مجزي ومبرئ للذمة لا يعني أنه حاق ولا يعني أنه طريق مستقيم وإنما هذا هو المتوفر بين أيدينا يجزي يعطيكم عذرا فيما لو ثبت أنكم لستم على الطريق المستقيم فمنهج اليماني لا علاقة له بمنهج رجال الدين الحمير الذين منهجهم أبعد ما يكون عن الطريق المستقيم لماذا راية اليماني الراية الأهدى لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم الخراساني ليس كذلك السفياني رايته راية ضلال واضحة الخراساني ليس كذلك اليماني هو الذي يملك الراية الأهدى لماذا لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم وهذا العنوان قطعا لا ينطبق على منهج حوزة الطوسي في أحسن أحوالها ولا ينطبق ولا ينطبق على الرسائل العملية التي يشهد أصحابها بأنها ليست كذلك وإلا ما معنى ما يكتب في أول كل رسالة من أن العمل بها مجز ومبرئ للذنب لماذا يصفونها بهذا الوصف لو كانت حقا ولو كانت طريقا مستقيما فهل يصفونها بهذا الوصف لقالوا من أنها حق قطعا ومن أنها صراط مستقيم قطعا لماذا يكون العمل بها مجزيا ومبرئا للذنب لأنهم متأكدون من أنها ليست حقا قطعيا وليست طريقا مستقيما قطعيا هم متأكدون من هذا وإلا لماذا يكتبون هذا في بدايات رسائله لذا أقول لكم هم لا يعرفون تكليفهم الشخصي قد يشخصون للناس بشكل واضح تكليف الناس وإنما يفعلون هذا لأنهم يخافون من اعتراض الناس إذا كنتم لستم قادرين على تشخيص التكليف لنا فلماذا أنتم تدعون المرجعية وتدعون النيابة عن صاحب الزمان فهم يشخصون للناس تكليفهم وهم لا يعتقدون بصحة ذلك لأنهم عاجزون عن تشخيص تكليفهم الشخصي الذي يعجز عن تشخيص تكليفه الشخصي كيف يكون قادرا على تشخيص تكليف الآخرين لماذا هم يعملون بالاحتياطات ولكنهم قد يصدرون الفتاوى الواضحة للناس كي يتخلصوا من اعتراضات الناس وهم يعملون بالاحتياطات لأنهم ليسوا متأكدين مما هم عليه وإلا ما معنى الاحتياطات الوجوبية والاحتياطات الاستحبابية هذه الاحتياطات تدل على أنهم ليسوا واثقين من فتاواه هذه هي الحقيقة ما معنى الاحتياطات الاحتياطات تكشف عن عدم ثقتهم بفتاواه الصورة ليست واضحة عندهم ولذا يلجأون إلى الفتاوى الاحتياطية ويضيفون عليها من أنه في الفتاوى الاحتياطية يجوز لمقلديهم أن يقلدوا غيرهم هذا عبث بالدين هذا ضحك على الذقون هذا هو التقليد الذي أرفضه رفضا قطعيا والذي هو تقليد حوزة النجف وكربلا المنهج اليماني الذي أحاول أن أتشبه به أن أكون قريبا منه هو هذا يدعو إلى الحاق وإلى طريق مستقيم فحينئذ لا معنى للتقليد إذا وصلنا إلى الحاق وإلى طريق مستقيم سيكون التقليد للمعصوم فقط وليس لغيره وإنما أجاز المعصوم التقليد لعوام الشيعة حينما لا يكونون قادرين أن يصل إلى الحق وإلى الطريق المستقيم فإذا كان اليماني تمسك بالحق وبالطريق المستقيم فلا معنى لتقليده حينئذ ولا لتقليد غيره إذا صار الحق واضحا وصار الطريق المستقيم بين إذن ما معنى التقليد إذن وظيفة اليماني أن يعلم وظيفته التعليم ما جاء في التوقيع الشريف في توقيع إسحاق بن يعقوب وأنا أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعم وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا الرجوع ما هو بتقليد الرجوع عم قد يكون تعلما وتفقها وقد يكون تقليدا للذي لا يكون قادرا على التعلم والتفقه فالرجوع أعم كلمة التقليد لم ترد إلا في رواية واحدة في الرواية التي جاءت في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا الصادق فللعوام أن يقلدوا فقط وردت كلمة التقليد أتحدث عن تقليد فقهاء الشيعة وردت في هذه الرواية فقط ولا يوجد ذكر لكلمة التقليد بهذا المعنى في أي رواية أخرى في كل الآيات القرآنية وفي كل الأحاديث المعصومية وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله عليهم حجة يعني علماء بالحق وبالطريق المستقيم لا كما يفعل مراجع النجف وكربلاء في الرسائل العملية التي هم ليسوا متأكدين من صحتها ولذا يكتبون في بدايتها من أن العمل بها مجز ومبرئ للذمة لا يكونون هؤلاء حجة لصاحب الزمان حجة صاحب الزمان لا بد أن يكون عالما بالحقيقة وبالحق والطريق المستقيم فحينما يرجع إليه يؤخذ العلم منه لكن العاجزين عن التعلم يمكن أن نصف تصرفهم وموقفهم بأنهم يقلدونه أما القادرون على التعلم منه فلا مجال للتقليد هنا لأن التقليد وهو التسليم لا يكون إلا للمعصوم فقط صلوات الله وسلامه عليه ووظيفة الفقيه الشيعي أن يفقه الشيع أن يعلمه أما هذه المنظومة الكهنوتية في حوزة النجف وكربلاء فهذه ألعوبة شيطانية هذه أضعكة إبليسية صار واضحا لدينا من أن المنهج اليماني يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم والدعوة إلى الحق وإلى طريق مستقيم تعني التسليم وتعني السالمية للإمام المعصوم ماذا نقرأ في سورة الزمر وأنا أحدثكم عن روح المنهج اليماني في الآية التاسعة والعشرين بعد البسملة من سورة الزمر ضرب الله مثلا ما هو هذا المثل أئمتنا أمرنا أن ندرس أمثال القرآن لأنها جزء من علومه ومعارفه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الآية ضربت مثلا هذا المثل يرتبط بزمان نزول الآية حيث كان العبيد يشترون يشترون من سوق النخاسة في كل العالم في كل الأرض فهناك عبد يملكه مالك واحد وهناك عبد اشترك في ملكيته مجموعة من المالكين وهؤلاء المالكون متخاصمون فيما بينهم فهذا المالك يقول للعبد بحكم أنه يمتلك جزءا من أن يذهب إلى جهة الشرق وهناك مالك آخر يقول لهذا العبد مشاكسة ومخاصمة مع المالك الذي طلب منه أن يذهب إلى الشرق يقول للعبد اذهب إلى الغرب وثالث يقول له اذهب إلى يمينك إلى يسارك إلى الشمال إلى الجنوب كل مالك يوجهه إلى جهة تختلف عن الجهة الأخرى التي يوجه إليها العبد من قبل مالك آخر هل يستطيع العبد أن يتحرك أو أن يفعل شيئا لا يستطيع فهناك مالك يقول له تحرك باتجاه الشرق وهناك مالك يقول له تحرك باتجاه الغرب إنه لن يفعل شيئا لن ينفع نفسه ولن ينفع الذين يملكونه وهناك عبد يملكه شخص واحد وليس عنده من مشكلة مع هذا العبد فحينما يأمره بشيء فإن العبد سيأتمر بأمر ذلك المالك فهو أمر واحد مشخص الآية ضربت لنا هذا المثال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هذا هو الذي أحدثكم دائما عنه من أن الشيعة تضطرب أولوياته المخلصون لإمام زمانهم عندهم أولوية واحدة هي إمام زمانهم ولذا لا تتشاكس الأولويات في دواخلهم عندهم نية واحدة خدمة إمام زمانهم عندهم هدف واحد القربة والتقرب إلى إمام زمانهم وآخرون الأولويات تسترع في دواخلهم فارق كبير بين هؤلاء وهؤلاء ماذا نقرأ في الروايات الشريفة أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة تأويل الآيات للمحدث شرف الدين الاستراباذي النجفي من أعلام القرن العاشر الهجري صفحة خمسمية وخمسطعش إنه الحديث الثاني عشر بسنده عن أبي خالد الكابلي عن إمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه سألته عن قول الله عز وجل ورجلا سلما لرجل قال الرجل السالم لرجل علي وشيعته أمير المؤمنين هو الذي كان يقول أنا ذلك الرجل السالم لرسول الله أنا ذلك الرجل السالم لرسول الله كما يقول هو جلست على باب قلبي أصبحت بوابا لقلبي جلست على باب قلبي وما أذنت لأحد أن يدخل فيه إلا الله إنه الرجل السالم لرسول الله وشيعته المخلصون له السالمون له السالمون لعلي وآل علي اليماني يدعو الشيعة أن يكونوا كذلك لا أن يتشاكس رجال الدين الحمير في قلوبهم في قلب الشيعي على المنهج اليماني هناك شخص واحد هو الحجة بن الحسان ولذا فإن اليمانية يدعو إلى صاحبكم ولا يدعو إلى غيره هذه هي الدعوة اليمانية الخالصة وهذه هي الحكمة اليمانية البهية إنها الزيارة الجامعة الكبيرة أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت إلى أن تقول الزيارة الشريفة ومن كل وليجة دونكم لا أسمح لأي أحد أن يلج قلبي من كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم إنها القلوب النقية الصافية لقائم آل محمد فقط هذا هو الدين اليماني وهذه هي الحكمة اليمانية ومن هنا دائما أحذركم من رجال الدين الحمير وأشدد تحذيري ابتعدوا عن أصحاب العمائم ابتعدوا عن رجال الدين الحمير لا تأخذوا الدين منهم هؤلاء دينهم دين ضلال أنا لا أتحدث عن اللباس أنا أتحدث عن المنهج لكن اللباس هذا صار علامة لهذا المنهج وإلا فاللباس أمر عرضي يمكن أن يكون هناك من أصحاب هذا اللباس على منهج سوي لكنني أتحدث عن الأعم الأغلب الأعم الأغلب على منهج ضلال إنهم يدعونكم لعبادة العجول البشرية القذرة من رجال الدين الحمير الذين لا يعرفون تكليفهم الشرعي فأي فقه هذا الذي يقول لكم من أن ذكر علي في التشهد الوسط والأخير في الصلاة يبطل الصلاة علي هو أصل الدين وصلاة فرع والفرع يتقوم بالآصل فكيف ذكر الأصل يبطل الفرع أي منطق هذا أنا أخاطبكم أنتم يا أساتذة الجامعات من الشيعة المتدينين كيف تقبلون هذا المنطق ولذا أقول لكم لا يجوز لكم التقليد عليكم أن تتعلموا أن تتفقه بحدود ما تستطيعون لا أطالبكم أن تكونوا متخصصين أنتم متخصصون في مجالات أخرى ولكن هناك مستوى من التعلم والتفقه لا بد أن تصلوا إليه بحدود ما تستطيعون وهذا هو الذي أمرنا به الأئمة وسأعرض لكم النصوص والحقائق الوقت يجري سريعا وهناك كلام كثير عندي هكذا نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم هذا هو معنى وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع ونصرتي لكم معد إلى أن تقول الزيارة الشريفة فمعكم معكم لا مع غيركم هذا هو تعريف تقليد الإمام المعصوم ما هو تقليد الإمام المعصوم هذا هو تعريفه فمعكم معكم لا مع غيركم هذا هو التسليم والسالمية لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون فارق بين قلب متفرغ لإمام زمانه وفارغ لخدمة إمام زمانه إنه قول صادق لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي كيف يتحقق هذا المعنى يتحقق هذا المعنى حينما نكون رجالا سالمين ومسلمين لإمام زماننا حينئذ سيكون التقليد للإمام فقط التقليد الذي جاء في رواية تفسير إمامنا الحسن العسكري فللعوام أن يقلدوه إنهم غثاء الشيعة عوام الشيعة إنهم ألهمج الرعاء من الشيعة إنهم سفلت الشيعة وهم الذين لا يمتلكون القدرة على التعلم القادرون على أن يتعلموا يجب عليهم أن يتعلموا بحدود إمكاناتهم بحدود أوقاتهم أن يتعلموا وأن يعرفوا شيئا من الحقيقة لا أن يقبلوا قول المرجع الحمار من أن ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة وحق الحسين الحمار الحيوان يرفض هذا هذا فقط المرجع الشيعي الحمار يفتي بهذا هؤلاء حمير حوزة الطوسي يصدرون الفتاوى بهذا علي هو أصل الدين علي هو حقيقة الصلاة فكيف ذكره يبطل الصلاة أي منطق هذا نهيق الحمير أفضل من هذه الفتاوى ووالله ضراط الحمير أفضل من هذه الفتاوى نذهب إلى في الآية السادسة والثلاثين بعد البسملة من سورة الإسراء ولا تقفو ما ليس لك به علم لا تقفو لا تتبع من الاقتفاء وهو الاتباع ولا تقفو ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول نحن مكلفون بالعلم بحدود ما نتمكن هذا الأمر واضح في آيات الكتاب وهذا النهي صريح هذا النهي صريح في أعلى درجات النهي ولا تقفو ما ليس لك به علم عليك أن تحصل العلم وحينما لا تحصل العلم عليك أن تتوقف عليك أن تتعلم ولا تقفو ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا في كل شأن من شؤون حياتنا من شؤون حياتنا الدينية أو الدنيوية نحن مطالبون أن نعمل بالعلم بحدود ما نستطيع في سورة الأنعام في الآية الثامنة والأربعين بعد البسملة سيقول الذين أشركوا لو شاء الله لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا موطن حاجتنا من الآية هنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون إنكم تعملون بالتخمينات وبالاحتمالات وبالأوهام قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا أساس العقيدة العلم أساس الفكر العلم أساس العمل العلم من أفتى بغير علمه بغير علم ما هو هذا العلم هنا القرآن المفسر بتفسيرهم والحديث المفهم بقواعد تفهيمهم هذا علي يفهمكم بعدي على هذا بايعنا في بيعة الغدير هذا علي يفهمكم بعدي الفهم كل الفهم من علي وآل علي فقط لأن الحق لا يؤخذ إلا من علي وآل علي صلوات الله عليه قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون في سورة التوبة في الآية الثانية والعشرين بعد المئة وما كان المؤمنون لينفروا كافة في الآصل يجب عليهم أن ينفروا كافة ولكن هناك معوقات هذه الحياة وتفاصيلها هذه الدنيا وشؤونها فهم لا يستطيعون أن ينفروا كافة وإلا في الآصل يجب عليهم أن ينفروا كافة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون قد يستدل بهذه الآية في باب التخليد ربما في جهة من جهاتها البعيدة لكن الآية لا تتحدث عن التخليد في المستوى الأول من مستويات فهمها إنها تتحدث عن الإنذار والإنذار درجة عالية من درجات التعليم القرآن يبين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وآله هو البشير النذير فماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم في الأميين إنهم من أم القرى هكذا فسرها لنا أئمتنا في هذه الآية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم رسول الله كان يعلم مع أن رسول الله الجهة الأكمل التي يسلم لها ويسلم إليها وتقلد تقليدا كاملا قطعيا وتكون السالمية لها ومع ذلك كان يعلم وكان الأميون من أم القرى يتعلمون عنده يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم هذا هو الإنذار ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ألا تلاحظون أنني دائما حينما أورد مطلبا من المطالب آتيكم بالأدلة والوثائق والمصادر هذه وظيفتي ووظيفتكم أن تتعلم هذا هو المنهج اليماني الأصيل هذا هو المنهج الزهرائي الأصيل هذا هو منهج محمد وآل محمد هذه النصوص أنا أحفظها وليس اليوم منذ أن كنت فتيا وشابا صغيرا لكنني آتيكم بالمصادر وبالكتب وبالموسوعات كي أثبت لكم الحقائق كي أعلمكم كي أبصركم فهذه وظيفة فالإنذار هو التعليم في أعلى درجاته ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله كان هو البشير النذير يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم هذا هو الإنذار قد يصدق على التقليد للعوام إذا كانوا عاجزين عن التعلم أما أنتم أيها الأكاديميون أيها الجامعيون أيها المثقفون أيها الإعلاميون أيها الأساتذة والمعلمون أنتم القادرون على التعلم والتفقه ما علاقتكم بتقليد هؤلاء الحمير عليكم أن تتعلموا دينكم من المنهج الصحيح ابحثوا عن ذلك بأنفسكم أنا لا أقول لكم تعالوا واخذوا مني ابحثوا عن ذلك بأنفسكم بإمكانكم أن تشخصوا الجهة التي يجب عليكم أن تأخذوا منها أئمتنا هم الذين أمرونا بذلك أمروني وأمروكم أعرفوا منازل شيعتنا عندنا أعرفوا منازل الرجال عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا فقيل للإمام الصادق صلوات الله عليه أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث بإمكاننا أن نشخص هذه الأوصاف من خلال المقارنة بين المتحدثين أما أولئك الخرس الذين لا ينطقون فهؤلاء لا بد أن يسقطوا من القائمة أمير المؤمنين هو الذي يقول تكلموا في العلم لماذا كيتبين أقداركم تكلموا في العلم فإنما قيمة كل امرئ ما يحسنه ما يحسنه من العلم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فالإنذار هو العلم في أعلى درجاته هو التعليم والتعلم القرآن هو الذي يحدثنا عن ذلك مثل ما قرأت عليكم من سورة الجمعة أعتقد أن سورة أخذت تتضح شيئا فشيئا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر